للمزيد ينضم إلينا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري إذن سيف الدين بعد هذه التصريحات هنا من الذي يقصد الرئيس قيس سعيد في حديثه بين الذين خانوا العهد ونحنثوا بأيمانهم وأيضا هل هناك نفهم أنه في مؤشرات لآلية تعديل الدستور طالما أن البرلمان الآن مجمد نعم يوسف الرئيس بالضبط يقصد النهضة وحلفائها سواء في نسخ برلمانية سابقة أو نسخة الحالية المجمدة أعمالها الرئيس يقصد المحكمة الدستورية كان من المفترض أن تكون المحكمة الدستورية قد انتصبت سنة 2015 بحسب نص الدستور في الباب الأخير وهو فصول تكميلية للدستور طبعا تحد الفرقاء السياسيين والمؤسسات الدولة على الذهاب نحو محكمة دستورية واستكمال الهيئات الدستورية الباقية لكن ذلك لم يحدث طيلة أكثر من خمس سنوات الآن رئيس الجمهورية يتحدث عن قائمة الحساب الآن أين هي تلك المحكمة الدستورية التي تذكرتم في آخر لحظة بعد ضغوطات من رئاسة الجمهورية على البرلمان أنها يجب أن تنتصب ولكن لم يتم ذلك طبعا رفض رئيس الجمهورية قائلا إنها مناورة هذا من باب من يقصد الرئيس يوسف أما عن مسألة الإطار الدستوري طبعا رئيس الجمهورية استمع إلى ضغوطات من الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأحزاب الوازنة في تونس كحزب الدستوري الحر وأيضا الطيار الديمقراطي وبعض الأحزاب الأخرى سيعود عن مسألة تعديل الدستور لوحده بالنسبة للنظام الرئاسي والأقرب بحسب مراقبين أن يفتح بابا لحوار جديد على أسس تعديل هذا الدستور والذهاب إلى انتخابات مبكرة نعم يوسف أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من تونس مراسلنا من تونس سيف الدين العامري مراسلنا من تونس